عقدت وزارة التعاون الدولي ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر وصندوق الاتحاد الأوروبي للطوارئ الخاص بإفريقيا اللجنة التسييرية الأولى لبرنامج مكافحة تحديات الهجرة بمصر الممول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي والخاص بإفريقيا والممول بقيمة 63.6 مليون يورو بواقع 60 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي و3.5 مليون يورو منحة من مساهمات أخرى يهدف البرنامج إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص وإيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات تبلغ محفظة التعاون الحالية ما بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو مليار و35 مليون يورو في صور منح لدعم عدة قطعات